تحياتي وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات سيرفي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عوان حلقة اليوم بدأنا نتناقش فيها عن حراك مش طبيعي عم بصير بسوق الانتقالات بما يتعلق بمهاجمين وبما يتعلق بنجوم كبار كثير في خط الهجوم كل واحد عنده خبر جديد حنحكي فيه وين وصله وممكن أحكي وجهة نظري في كل واحد من هذه الأخبار ليونيل ميسي أصبح شبه مؤكد أنه وافق ع تجديد عقده مع برشلونا كان النقاش سنتين وخصم 50% من راتبه يبدو المفاوضات كانت منطقية أكثر خليك 5 سنين وخذ 50% من راتبك وهذا يبدو عادل للطرفين برشلونا بظل يستفيد الميسي لأطول فترة ممكنة ميسي بآخر سنتين بعقده بضمن دائما أنه ياخذ راتب كبير رغم تقدمه بالعمر وبيضمن أنه يعتزل بين هذه واحد وهذه تطورات مهمة جدا بنتصر فيها لابورتا الشئ الوحيد المتبقي في مفاوضاتهم وربما يوقعوا بدو ما يحلوا مشكلته اللي هي المبالغ اللي أصلا برشلونا ما دفعها لميسي من المستحقة عليه وهي بتقارب 80 مليون يورو هذا المبلغ برشلونا كان لازم يدفعه بس ما دفعه يعني مديون لليونير ميسي بهذا المبلغ لحد الآن مش واضح حال اتفقوا أن هذول 80 مليون يتوزوا على الخمس سنين ولا إدارة برشلونا قلت له خلينا نحل مشكلة العقد وبعدين من نشوف مشكلة هال80 مليون شو بنا نعمل فيهم خصوصا أنها متراكمة على الإدارة السابقة غير واضح لكن على الأغلب الثمانية مليون حيأخذهم ميسي بنهاية سواء اليوم أو بكرة أو بعد خمس سنين طبعا شيء واضح جدا أنه فوز ميسي بكوبا أمريكا أزال أي ضغط أي توتر أي نوع من أنواع المزاجية على اللعب ممكن البعض يجي يقول لي هذا محترفين وهذا المحترفين ووكلاء أعماله شركات تعم لكنهم بشر والبشر لما يكون مضووط ومتوتر ممكن يأخذ قرارات شوي فيها نوع من التهور فيها نوع من عدم التواقعية لكن فوز ميسي بكوبا أمريكا خلل الأمور هادية جدا بالنسبة له خلصت تقريبا كرة قدم ما عاد كثير عندي أشيء أعمالها فليش أروح أدور وأوجع راسي أكمل مع طريق حبني وحبيته أعطاني وأعطيته كثير في كرة القدم منخلص هون وننتقل لكريستيانو رونالدو والمعادلة اللي أصبحت تسمى اليوم في الصحبة الإيطالية والإسبانية تجديد عقد رونالدو بمعادلة ليوني الميسي والمقصود فيها إنه كريستيان رونالدو بعد ما كان عوشك الرحيل قبل أسابيع كنا نتكلم بذلك الآن عم بيضل ومبيضل مع تجديد عقد هذا المتوقع خور خيميندز عم بيحكي لأيوبي تعالوا نجدد عقده سنة إضافية أو حتى سنتين وممكن نتفاوض شوي عرات بالنزله ما عنا أي مشكلة مساعي رونالدو واضحة جدا بده يختم مسيرته بفريق كبير ما بده يروح على أمريكا وأي دولة تاني بده يختم مسيرته باليوبي هذا من حقه وبالنسبة لليوبي بقاء رونالدو مفيد جدا من حيث القيمة الإعلامية والتسويقية وأيضا من قيمة الحسم الرياضية ربما ما هتقدم بالعمر الآن ما عاد يعطيك موسم كامل مباراة مباراة لازم تريحه كثير لازم ما يلعب كثير هذا بدها إدارة من أليغري لكن حتى الآن المؤشرات رونالدو موجود الموسم المقبل مع اليوبي بشكل شبه مؤكد إلا إذا بعض الفرق الكبيرة اتحركت بشكل مفاجئ وبتكلم تحديدا عن مان يونايتد أو باريس سان جيرمان اللي ممكن ييجوا على اليوبي ويقولوا له شو رأيك نعطيكها المبلغ نعوضك شوي برونالدو وخليه يجي يعتزل عينها فممكن يكون هذا التحرك الوحي اللي يحرك كريستيانو إدارة اليوبي بوقفها كان واضح للعلم من البداية ما إيجاش عرض مغري مقنع ما رح نفكر أصلا بإنه نستغني على اللاعب بقيمة كريستيانو رونالدو ننتقل لكيليان إمبابي اليوم صحف مدريد عم بتأكد إنه اللاعب بتوقع تحرك من ريال مدريد خلال أسبوعين وأنا بقرأ الخبر ما بعرف ليش حسيت حالي عم بقرأ إدن هازار والسيناريو اللي صار معه سنة ورا سنة ورا سنة واللاعب عم بستنى ريال مدريد يجي وجاء ريال مدريد شوي متأخر بعد ما هازار بلش يدخل بمنح الإصابات وانخفاض المستوى بس بالنسبة لإنبابي في شيء مهم في عقد اللي بديخلص بـ 22 وفي شيء أعتقد عنده لإنبابي بالتعامل مع سان جيرمان يعني بنوع من التقدير يعني هذول الناس دفعوا لي 180 مليون يورو جابوني أعطوني راتب ممتاز وخلوني أشعر أني ملك يعني اللي طلبته بالسوق إجا فما رح يكون أعتقد كثير متشجع لفكرة الرحيل مجانا عنهم يعني نوع من أنواع الولاء نوع من أنواع رد الجميل لهذا الفريق اللي كان أسرع من آمن به بعد تعلقه مع موناكو وهذا من هون الآن ريال مدريد براهن دائما على فكرة أنه الكل بحب يعبر ريال مدريد بس أعتقد سان جيرمان يملك من القدرة المالية ويملك أيضا سلاح مهم بما يتعلق بإنبابي اللي هو بلدك عاصمتك فرنسا إذا ريال مدريد ما بدأ يضغط فعليا خلال هالإسبوعين الثلاثة أنا مش رح تفاجئ أبدا أنه يصير السيناريو المتوقع ما بين إنبابي وسان جيرمان وهو السيناريو التجديد القصير الأمد مش التجديد خمس سنين تجديد سنة واحدة هذا بالنسبة لإنبابي ننتقل لليفاندوفسكي اللي طرحت أخبار أنه بروح لمنشوسر سيتي حتى اللحظة ما في شي بألمانيا بتكلموا عن هذا الموضوع وأنه ممكن يصير لكن دائما الناس بتحكي أنه لما تجيب مدرب شاب وبدك يقود مشروع كبير شير المخضرمين قد ما تقدر طلحهم لأنه ما رح يقدر يتصرف بالفريق لأنه لما ليفاندوفسكي يحكي للعيبة في غرفة تغيير الملابس شو بيحكي هذا الناس هترد على ليفاندوفسكي مش هترد على نيجيل زمن المدرب الشاب الجاي فلو بدك تقود مشروع طويل الأمد دائما حاول يتخلص من المخضرمين اللي كثير اللي ضيلهم سنة أو سنتين وبدهم يعتزلوا أو بدهم يطلعوا عشان ما يتعطل المشروع عشان ما تخسر المدرب الشاب بالنسبة لبايرن أنا أعتقد ما في أي شيء بيخليه بيعلي باندوفسكي إلا إذا جاء مبلغ مقنع جدا للاعب بعمر لباندوفسكي وبشرط إنه ليفا يكون حابب يطلع وياخد تحدي جديد ومع هذا العمر مع لاعب المقالات كلها والتقارير بتأكد إنه عنده استثمارات ما يكفيه على جنب ربما مش استثمارات إحنا بنعرفها لكن استثمارات بشركات عقارات وتكنولوجيا وهذا الكلام بتخليه ماديا مش كتير يعني بتحرك بشان راتب يعني مش بسهولة هذا بالنسبة لباندوفسكي وبالنسبة لبانشستر يو سيتي أعتقد الرسالة واضحة هاريكين هالند وأيضا لباندوفسكي هما ما بدهم ليفا بالضبط وأعتقدش إنه ليفا هو الخيار الأول لهم ما زال الخيار الأول منطقيا لهم هاريكين لكن هما بدهم واحد تجيب قوال جوارديولا عرف أنا أسلوبي حلو وبسيطر وبحكم الملعب وبمسك الاستحواذ وبعمل كل هذا وبجيب دوري السنهاية بس عشان أجيب دوري كل سنة عشان دائما أدلني يقريبني الدوري ما يصير فيه زي سيناريو الموسم الماضي مع ليبربول لما ليبربول فرق بالدوري كله أنا محتاج لاعب لما فريقه يخلق فرستين يجيب جول مش نخلق عشر فرص عشان نجيب هدف جوارديولا فعليا بدور على أهداف حاليا مش على اسم شخص معين ما بدور على شخص معين بدور على عادة أهداف إذن بالنسبة إيلي بايرو مينخ بس حيبيع إذا جاء عرض مقنع ومناسب بش من المنطق تستغني عن مهاجم بهذا الامتياز أيضا طلعت أخبار بدو كيازة برشلونة بدو يبدل مع كيازة إدارة اليوفي من نصف اليورو كانت واضحة قبل ما يكمل اليورو ويفوز في إيطاليا أي عرض عم بيوصل لكيازة ودي لخت وبنتنكور حيتم رفضهم هذول الثلاثة اعتبروا بما يشبه العمود الفقري للفريق مدافع لعب وسط لعب هجوم هذول بدون يخلوهم ويكملوا فيهم الباقين ممكن يتكلموا فيهم لكن تحديدا كيازة اليوفي مستحيل يفكر بيوه بهذا الصيف لأنه خلص يعني يعتبر بالنسبة لهم أخيرا وجدنا جوهر هجومية الراهن عليها للمستقبل والمهاجم الأخير اللي بنا نحكي عنه في حلقتنا اليوم باتريك شك اللاعب اللي تقلق جدا في اليورو اللاعب اللي ما بيعرفوه كان قبل سنوات على وشك خطوة من الانتقال من سامدوريا لليوفي يجا وعمل فحص طبي هذا اللاعب مع سامدوريا كان الكل يقول عنه زلتان جديد لعب ممتاز لعب مميز لكن اليوفي شك في مسألة نبضات قلبه فبالتالي ما تعاقد معه راح اللاعب عروما ما مشيت الأمور معه تمام وكثير اللاعبين كانوا روحوا عروما بتلك الفترة ما تمشي الأمور معهم تمام في لايبزيك تم إعادة إنتاجه ثم في ليفاركوزن اللاعب فعلا أصبح اسم ومعروف ثم جاء الآن ليتعلق في اليورو عشان هيك بدأ الاهتمام فيه كثير أكبر عمره 25 سنة أكثر نطجا أثبت موهبته كحاسم أمام المنطقة الجزاء أمام المرمة الآن الأخبار كلها بتقول أنديت الإنجليزية الوسط إفرتون أستون فيلا وآيلون وست هام ممكن واحد منهم يفكر بالتعاقد فيه وممكن تشوف أندي أخرى تدخل عشانه في إنجلترا عشان هذا اللاعب لأنه ليفاركوزن نادي معروف ببيع يعني نادي ما بيعامد يعني إجاله عرض مناسب أكثر من اللي يدفعوا باللاعب هيقول له شكرا ومندور على غيرك فلسفة معروفة بهذا النادي في السنوات الأخيرة وحتى ببيع منافسي بكل أريحية وبدون تعقيدات زي ما شفنا أعطى براندة مثلا لبروسيا دورتموند من هون من رجع نحكي عنا لاعب مهاجم كان يوما ما يتوقعه ليصير زلتان ولكن أموره ما مشت كويس أحبط شوي بضربة اليوفي بعد ما كان عوشك الانتقال ثم الآن عم بيرجع وأنا بتستنى وبتمنى نشوفه بدوري زي الدورة الإنجليزية مع أي فريق كان عشان هنا حيكون محاك مهم إلو ورسالة إلو يقدم نفسه فيها للجميع تكلمنا عن ميسي عن رونالد وعن إمبابي وتكلمنا أيضا عن باتريكشيك ومين كمان حكينا اليوم حكينا عن كيازة ظل لعب واحد بديش أنساء هلند اللي اختفت أخباره كتير لماذا اختفت أخباره؟ لأن دورتمون بعد قرار بايع سانشو بعد تأكده من وجود جمهور من الجولة الثالثة تقريبا في الدورة الألمانية السنة الجاي وضعه المادي والمالي أصبح أكثر استقرارا مع تأهره لدورة الأبطال أوروبا اللي كان غير متوقع الموسم الماضي بعد ما بععد كثير لوهله ثم قلص الفارق وأصبح مركز رابع هذا كله يخلي دورتمون بموقف قوي بموقف أنه اسمعوا في 180 مليون بدي إياهم ما ترفعوا التلفون علي إذا بدك تقول لي شو رأيك نعملهم أقصاط ما تحكيش إلا كاش ما تحكيش معي إلا باللي طالبه واللاعب بنفس الوقت يبدو مش مستعجل يتحرك هو هادي عاقل ممكن حابب يلعب كمان موسم بعدين يطلع وبالتالي هذا كله بيخلي دورتمون بموقف القوة بالنسبة لهن ما راح حدا يقدر ياخده هذا الصيف كم يبدو لا بإعلام ولا بتقارير ولا بصحف ولا بشيء إلا بشيء واحد يندفع السعر اللي طالبوا دورتموند اللي كانوا بتكلموا زي ما حكيت ما بين 160 و 180 مليون يورو للعلم دورتموند ممكن السالة الجاي بيعوا 120 عادي بس هم شايفين قيمته للموسم المقبل 180 الآن موسم المقبل حيتطور فيه لعبين زي بلينجهام برينا لعبين آخرين إضافيين فهم حيصوروا أصلا بدهم هلند يطلع عشان يفسحوا مجال النجومية للآخرين زي ما عملوا مع سانشو لما هلند طلع ونجم سانشو شكرا مع السلامة هذا أسلوبهم بالإدارة هذا أسلوب ناجح كما يبدو والآن للعلم نادي زي ليفاركوزن عم بيختبس أسلوبه فممكن يصير عنا أكثر من نادي ألماني على طريقة بروسيا دورتموند منوصل هنا نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا اتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وتعملوا اشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة